استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع للجنة الوزرية الاقتصادية تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري وكذا عرض البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى قصير وتناول الاجتماع موقف الاحتياطيات اللازمة من النقد الأجنبي لاستمرار تدبير كميات المطلوبة من السلع الأساسية وكذا تأكيد على استمرار دعم قطاعات الاقتصادية المختلفة بالاحتياجات الدولارية وبشكل خاص القطاعات الأكثر قدرة على التصدير كما تطرق الاجتماع العدد من البرامج التي تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير